ارتفاع معدل الزيادة السكانية فبنقول النمو السكاني في الوطن العربي نمو مرتفع نمو ايه؟ مرتفع وبالتالي احنا تعلمنا ان احنا في العلم عموما كل حاجة بنحاول ندور على اسبابها فلو انا عندي نمو سكاني مرتفع في الوطن العربي زيادة عن باقي دول العالم لازم اعرف اسباب هذا النمو السكاني مرتفع ليه احنا ازيد من الدول كتير اسباب هذا النمو السكاني مرتفع ترجع لعدة عوامل أهمها حاجتين حاجة اسمها الزيادة الطبيعية وحاجة اسمها الزيادة الغير طبيعية الزيادة الطبيعية والزيادة الغير طبيعية تعالوا مع بعض نتعرف عليهم هنتكلم أولا عن الزيادة الطبيعية إيه تعريف الزيادة الطبيعية في السكان الزيادة الطبيعية في السكان تعني زيادة عدد الموليد وقلة عدد الوفيات او بعبارة اخرى هي الزيادة الناتجة عن الفارق بين معدل الموليد ومعدل الوفيات او الزيادة الناتجة عن الفارق بين عدد الموليد وعدد الوفيات الزيادة دي كل ما يزيد الفارق كل ما يزيد النمو السكاني ازاي احنا مثلا عدينا السكان في سنة 2022 وطلعوا 100 طبعا انا ما بقولش ايه ده رقم مثال طلعوا 100 طيب المية دول في سنة 2023 اتولد ليهم 50 ماشي اقدر اقول ان هم زادوا 50 لا ما اقدرش اقول ان هم زادوا 50 لازم احسب اللي ماتوا قد ايه فاتولد 50 ولسه ما حسبتش اللي مات عشان اقول لك في زيادة ولا اتولد 50 ومات 50 في زيادة ما فيش زيادة ايش معنى معدل الموليد قد معدل الوفيات فباجي اخر السنة وانا بحسب بقول اتولد 50 ومات 50 يبقى 50 ناقص 50 صفر معدل زيادة صفر ما فيش زيادة في الحالة دي طيب اتولد 50 ومات 60 ده هنا نقص للسكان نقص مش تزايد السكان قال له عشرة لان معدل الوفيات اعلى من معدل الموليد الحالة اللي في الوطن العربي هي حالة زيادة طبيعية معدل الموليد اعلى من معدل الوفيات اتولد 100 ومات 50 يبقى انا عندي كده زيادة 50 زيادة 50 يبقى انا بعمل ايه بعمل عملية طرح بطرح بشوف الفارق ما بين عدد الموليد وعدد الوفيات لو عدد الموليد ازياد من عدد الوفيات يبقى في الحالة دي انا عندي زيادة عدد الموليد قد عدد الوفيات ما فيش زيادة عدد الموليد اقل من عدد الوفيات يبقى ده تناقص في عدد السكان ومش نمو احنا هنا بنقول ان احنا عندنا زيادة طبيعية نتيجة عن الفرق بين عدد الموليد وعدد الوفيات لان عدد الموليد في الوطن العربي اعلى من عدد الوفيات يبقى معدل الموليد مرتفع ومعدل الوفيات منخفض شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن